طيب نروح لأرقام من هذه المواجهة مواجهة غانا وكوريا الجنوبية غانا سجلت ثلاث أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم لأول مرة في التاريخ ومحمد قدوس بأول لاعب في تاريخ غانا يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم محمد قدوس هو ثاني أصغر لاعب أفريقي يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم بأمر 22 عام و118 يوم بعد طبعا النجيري أحمد موسى اللي سجل أمام الأرجنتين في 2014 بأمر 21 عام و254 يوم شو جي سونج هو أول لاعب في تاريخ غوريا الجنوبية يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم دي الأرقام أو أبرز الأرقام محمد قدوس النجم الأفريقي الكبير النجم المنتخب الغاني اللي غالبا غالبا هبقى آخر موسم دي مع آيكس هذا الموسم وهتشوفه في نادي أكبر في الموسم القادم اسم بتتدول عليه كل الأندية في العالم الأندية الكبيرة محمد قدوس رجل مباراة غانا وكوريا الجنوبية لعب 83 ديئة سجل هدفين وسادة 3 كرات تمراته الصحيحة 15 من 20 وصراعات سنائية 0.4 من 8 وهو أصلا مش بتاع صراعات سنائية وهو إن كان نجح النهاردة في هذا الأمر بالتقر散 الاعوار اشتركوا في القناة